قبل الحديث عن الإسراء والمعراج هذه المعجزة العظيمة نتوجه متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع هذا البلاء وهذا الوباء الذي عمّ الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها أسأل الله تعالى الحفظ والسلامة لجميع الناس والله تعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين ثم إن الحديث عن الإسراء والمعراج بادئ ذي بدء هو من أجل أخذ العبر والعظات أولا وهذه فرصة للتأمل والتدبر ونحن على أيام من هذه الذكرى العظيمة وهذه المناسبة نحاول أن نستجلي بعض العبر والعظات وهذا شأن القصص عموما الذي جاء في كتاب الله عز وجل أن يكون الغرض منه والغاية العظمى هو أخذ الدروس والعبر والعظات كما قال الله تعالى في آخر سورة يوسف حينما قص علينا من خبر يوسف عليه السلام لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي هذا المعنى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحكايات عن الصالحين ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وشاهدوا ذلك قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال بعض أهل العلم الحكايات عن الصالحين جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه وشاهدوا ذلك قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إذن نقف مع هذه القصة لا لسردها فهي معلومة لدى الكثيرين ومعروفة في عمومها ولكن لأخذ العبر والدروس الله تعالى أورد هذه القصة في سورة الإسراء وفي سورة النجم وكلمة إسراء تدل على السير ليلا وهنا إشارة لطيفة الليل فيه الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات والمكرمات التي تتنزل من الله تعالى على عباده الصالحين ففي السنة يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في كل ليلة في ثلثها الأخير يناجيه أصحاب الليل والقائمين بين يديه فيقول هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وفي هذه المعاني العميقة يقول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الليل قال الشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل جعلنا الله وإياكم منهم إذن جاءت هذه الرحلة العظيمة المعجزة العظيمة وهي من أعظم المعجزات الإسراء والمعراج جاءت بعد عام الحزن الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان له سندا عظيما وتوفيت زوجته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها جاءت بعد محنة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفضته مكة وأهلها ولم يستجيب لدعوته فاستقبله ربه تبارك وتعالى في الملأ الأعلى رفضه أهل الأرض فاستقبله أهل السماء صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه المعجزة بعد محنة ثقيف هذه قبيلة من أكبر قبائل العرب وقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليعرض عليهم دعوته فقابلوه بالرفض وبالإذاء صلى الله عليه وسلم ولكن توجه إلى خالق السماء والأرض وقد أثر دعاء عظيم نذكره في هذا المقام وبعض أهل العلم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لمعانيه الجليلة نذكره في هذا المقام وهو قوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى قريب قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عفيتك هي أوسع لي أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات عظيمة فيها افتقار بين يد الله سبحانه وتعالى فكانت إذن التلبية والجواب من الله تبارك وتعالى تكريما وتسلية وتعزية لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم فأكرمه ربه بهذه المعجزة العظيمة لعظم هذا الحدث أشار الله تعالى إليه بقوله في أول سورة الإسراء وهي الآية الأولى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فبدأ الله تعالى السورة بسبحان الله فسبحانه جل وعلا وتأتي كلمة سبحان الله تأتي للتعجب من عظمة هذا الحدث وتأتي عموما للتعجب من عظمة الفعل أو من عظمة الخلق كما هو الحال إذا ذكر الله تعالى لا إله إلا الله فإن ذلك يدل على التوحيد والإيمان وإذا ذكر عظمته في الخلق ذكر سبحان الله وإذا ذكر الجلال ذكر الله أكبر وإذا ذكر النعم ذكر الحمد لله وهنا قال سبحان الذي أسرى بعبده يعني ما أعظمها من رحلة رحلة لم يسمع الناس بمثلها رحلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء رحلة من الأرض إلى السماء إلى رب العالمين وقال بعبده أي سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا بنبيه لأن المقام مقام تشريف شرفه الله تعالى بمقام العبودية ورسول صلى الله عليه وسلم شرفه ربه بهذا المقام أي بمقام العبودية في ثلاثة مواضع هي من أعظم المقامات في مقام نزل الوحي قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يقل نبيه ولا رسوله وفي مقام التبليغ قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه وفي مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ولذلك كان من أحب الأسماء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلق عليه عبد فهو أعبد من عبد الله تعالى على الحقيقة وأخلص العباد لله عز وجل وأعرفهم بما تقتضيه مراتب العبودية فقد كان ذات مرة عليه الصلاة والسلام جالسا يأكل بتواضع كهيئة القاعد للتشاهد في الصلاة فمرت عليه عجوز قالت انظروا له يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد قال وهل هناك أعبد مني ولذلك حينما جاءه أحد الوفود قال لهم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطلق عليه عبد الله ورسوله وكلمة بعبده كذلك وهنا إشارة أخيرة حول هذا المعنى هي رد على من قال أن الإسراء والمعراش كان بالروح فقط دون الجسد وهذا قول ضعيف أو قول باطل ومردود لأن هذه الرحلة كانت بالروح والجسد معا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى أورد الإمام المسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف قبيل الرحلة وأخذ قلبه وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وعلما وإيمانا ليتهيأ لهذه الرحلة العظيمة وما سيراه في الملأ الأعلى وجاءه جبريل وجبريل كان رفيقه في هذه الرحلة وكما تعلمون هو صاحبه وهو الذي يتنزل عليه بالوحي وهو الذي أتاه بالقرآن الكريم من السماء وهو من أقوى الملائكة وهو الروح الأمين وهو المؤتمن على الوحي عليه السلام فكان أنيسه ورفيقه صلى الله عليه وسلم أما الراحلة فكانت البراق وهو خلق خلقه الله عز وجل دون الفرس وفوق الحمار يضع حافره عندما ينتهي إليه بصره وانطلق صلى الله عليه وسلم من دار أم هانئ فمر على المسجد الحرام لتكون الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وهذه الرحلة هي أعظم رحلة في التاريخ وأقصر رحلة في التاريخ زمنا وأعظمها عجائب وأرفعها غرائب وأكثرها معجزات وما سمع الناس بمثلها فسبحان الباري الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مما ذكره أهل السيرة أنه ركب البراق وأنه لما ركب صلى الله عليه وسلم البراق هذا البراق اضطرب ولم يستقر فقال له جبريل أثبت فوالذي نفسي بيده لا يركبك خير من هذا إشارة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم نسأل الله أن يكتب لنا جواره غدا يوم القيامة ثم أردف معه جبريل يؤنسه ويحدثه وهو معه الذي ينزل عليه بالوحي كما أشرنا وهو الذي التقى به في اللقاء الأول في غار حراء وحضر معه في جميع الغزوات ومما ذكر حسان في أبياته الجميلة في معنى هذه الأبيات يخاطب مشركي قريش يقول لهم إن كان عندكم هبل ومنات والعزة فعندنا جبريل وعندنا محمد عندنا جبريل في القيادة العليا ومحمد صلى الله عليه وسلم في القيادة الأرضية فهل عندكم قيادة مثل قيادتنا وهذا من أرواع ما أنشد حسان رضي الله عنه عن جبريل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس وقطع في وقت قصير هنا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره كذلك أن الله تعالى جمع الأنبياء للرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين ونزلت عليه الآية من سورة الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إشارة إلى أن هذا الدين واحد والأنبياء يتعددون الذين يبلغون شرائع هذا الدين فصلى بهم ركعتين وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت ينظر إلى وجوههم حيث الطهر وحيث النبوة وحيث أنوار الرسالة وهو خيرهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم فإذا هم صف وراءه وتذكر قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ولكنه لم يسألهم لأنه اكتفى بالجواب بما رأى عليه الصلاة والسلام واطمأن قلبه الشريف وإمامة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء لها ثلاث دلالات كما يقول أهل العلم الدلالة الأولى هي وحدة دين الأنبياء والرسل دينهم واحد وإن تعددت النبوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة من علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى إخوة لعلات أو من علات تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كافة بأولاد العلات وهن الضرائر لأنهم اجتمعوا في أب واحد وهو الإسلام وافترقوا في أمهات كثيرة وهي الشرائع والمناهج كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة والمعنى الثاني أن الرسالات والنبوات ختمت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الذي لا إمام بعده وهو الرسول الذي لا رسول بعده قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والأمر الثالث أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسول والمرسلين دليل على قيمة ومقام هذه الأمة بالنسبة للأمم الأخرى فهي شاهدة عليها كما النبي صلى الله عليه وسلم شهيد علينا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولذلك يؤتى يوم القيامة بالأنبياء والمرسلين وأقوامهم والشاهد على صدق هذه النبوات كلها هي هذه الأمة وذلك بما أخبرنا الله به في كتابه الكريم ثم عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وراء الأنبياء والمرسلين ومشاهد عظيمة وهذا ليس بعجيب ألم تروا أن الله تعالى أنزل آدم وحواء من الجنة كنا هبطا منها جميعا ورفع إليه المسيح عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي فهل يكون هذا المعراج أمر يستكثر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الصالحين وقدوة الربانيين في سورة النمل يحدثنا ربنا عن عبد من عباد الله آتاه الله علما من الكتاب فجاء في غمضة عين بعرش بلقيس من جنوب اليمن إلى فلسطين إذا كانت هذه قدرة العبد فكيف بقدرة الخالق الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولذلك ينبغي أن نقف عند هذا الحدث موقف إجلال وتعظيم وإدراك أن هذه المعجزات التي هي خرق لسنن الله عز وجل في كونه وخلقه إنما تدل على قدرة الله عز وجل وعلى التكريم الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التأمل في هذه المعجزات إنما يزيل العبد إيمانا وصدقا ويقينا فبعد ذلك عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة سيدنا جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فسئل عن من معه لأن كل سماء لها حارس يحرصها فأخبر جبريل بأن محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهي إلى السماء السابع فلقي في السماء الأولى آدم عليه السلام وفي الثانية يحيى وعيسى عليه السلام وفي الثالث يوسف عليه السلام وفي الرابع إدريس عليه السلام وفي الخامسة هارون عليه السلام وفي السادسة موسى عليه السلام وفي السابعة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولقي النبي صلى الله عليه وسلم من الترحيب ما تقر به عينه وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم ثم رفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث كلمه ربه عز وجل فأوحى الله إليه ما أوحى فرضت عليه الصلاة خمسين صلاة في كل يوم هكذا ابتدأ تشرع الصلاة فأوصاه موسى عليه السلام أن يعود إلى ربه فيسأله التخفيف فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل حتى أصبحت خمسا في الأداء وخمسين في الأجر والثواب لأن الحسنة بعشر أمثالها ورأى نبينا صلى الله عليه وسلم من الآيات ما تعجز العقول عن إدراكها كما قال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فكانت إذن رحلة الإسراء والمعراج من أولها إلى آخرها عبارة عن فقرات تكريمية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكانت احتفالا غير مسبوق بمقام سيد الأولين والآخرين لا يمكن مقارنته بأي تكريم آخر مرة في تاريخ البشرية فجاءت الدعوة من ملك السماوات والأرض إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءت الدعوة إذن قلت من ملك السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمقابلته في الملكوت الأعلى وشاء ربنا أن يعدد المراحل لرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لزيادة التكريم والتشريف وليمهده ويهيئه للموقف العظيم عندما يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرة رب العالمين يكلمه بلا واسطة فكانت من هذه المراحل كانت زيارة المسجد الأقصى كان العروج إلى السماوات كانت مقابلة الأنبياء كانت زيارة سدرة المنتهى وهي شجرة غاية في الحسن والجمال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها رواه الإمام المسلم ومن المراحل رؤية البيت المعمور ورؤية جبريل عليه السلام في صورته الملائكية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى كما في صورة النجم ثم دخول الجنة ولقاء الله تعالى فأوحى إليه ما أوحى إذن كانت هذه الرحلة العظيمة تكريما لبعض الأنبياء كذلك فالأنبياء عددهم هائل وليس كما يظن البعض أن عددهم يقف عند الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم فقد قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولذلك حينما سأل أبو ذر الغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والمرسلين قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا رواه الإمام أحمد وهذا عند الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري والمسلم إذن فمن كل هذا العدد الكبير الهائل من الأنبياء والمرسلين اختار الله تعالى عددا محدودا ليكونوا في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكرمهم الله تعالى جميعا بالصلاة خلفه في المسجد الأقصى من دروس الإسراء والمعراج تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فقد علمنا أشياء كثيرة وكأن هذه الرحلة كانت رحلة تعليمية مشوقة ما أكثر ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في هذه الرحلة عندما نقرأ تفاصيل هذه الرحلة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر بشيء يسأل جبريل ما هذا يا جبريل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وقال عليه الصلاة والسلام هو نهر أعطانيه ربي في الجنة فنسأل الله أن يكرمنا بشربة هنيئة من يديه صلى الله عليه وسلم ثم تعرف نبينا صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة ونقلها إلينا كاملة عرفنا أشياء عن السماء وعن أبوابها وحراستها وأهلها عرفنا صفة بعض الأنبياء وعرفنا تفاصيل عن السماء السابعة وسدرة المنتهى والبيت المعمور وتفاصيل عن الجنة والنار عرفنا أن غراس الجنة هو التسبيح والحمد والتكبير والتهليل عرفنا فضل خواتيم سورة البقرة عرفنا من ماشطة ابنة فرعون لأنه رآها عرفنا من لقائها معنى الثبات على الحق وعرفنا كذلك آفات اللسان وكيف يهلك المرء إذا وقع في هذه الآفات وعرفنا قيمة بعض الصحابة وقدرهم عند الله تبارك وتعالى عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرحلة العظيمة مكانة الصلاة التي فرضت خلالها وهي الشعير الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة وبدون واسطة ولذلك جعلها الله تعالى عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد غدا يوم القيامة فمن أقامها أقام دينه ومن هدمها هدم دينه لأن جوهر الدين صلة الإنسان بالله تعالى والصلاة صلة ومعراج العبد إلى ربه وصلة بين العبد وربه ولذلك أمرنا بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة أي بمرعاة آدابها الظاهرة والباطنة نتعلم فرائضها وسننها وآدابها الظاهرة ثم نستحضر معانيها العظيمة معاني السجود معنى السجود الذي يكون فيه العبد أقرب إلى ربه جاء أيها المستمعون في حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين حديث عظيم يعرف بحديث جبريل أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ونحن كما يعلم الجميع لا نعرف أو لا نرى الله تعالى بعيوننا في الدنيا ولم نرى الملائكة ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا نعرف شيئا عن القدر الذي كتبه الله تعالى وأمضاه فجاءت رحلة الإسراء والمعراج لترسيخ الإيمان بالغيب بهذه القضايا لأن الإيمان بالغيب ركن راكين من أركان الارتباط بهذا الدين العظيم ولا معنى للإيمان دون يقين في الغيب ولذلك كانت أول صفات المؤمنين المذكورة في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فجاءت إذن هذه الصورة الرحلة العظيمة جاءت هذه الرحلة العظيمة لترسخ الإيمان بالغيب وبالقضايا التي ترتبط به جاءت هذه الرحلة العظيمة التي نقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ومكث في هذا العالم في عالم الغيب هو عالم الآخرة مكث فيه مدة مدة هذه الرحلة العظيمة حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم للحظات في حضرة الله عز وجل واستمع إلى كلام الله تعالى له ورأى الملائكة وقابل الأنبياء وعاش في الدار الآخرة للحظات ودخل الجنة وتجول في دروبها وأنحائها واطلع على النار ووصف سعيرها وحميمها أجرنا الله وإياكم منها فإذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة علم اليقين أي بما أخبره الله عن أمور الآخرة انتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين عاينها وشاهدها وهذا الانتقال سيحدث لنا جميعا يوم القيامة لكنه حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ونقى له إلينا بتفاصيله فكأننا رأيناه بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مثل ما قلت يدلنا على أن نرسخ الإيمان بما أخبرنا الله تعالى به وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك ما نال سيدنا أبو بكر الصديق مرتبة الصديقية التي هي أعلى المراتب في الدين والتي تلي مقام النبوة إلا بتصديقه خبر الإسراء والمحرش ولذلك روى البيهق عن أبي سلمة قال افتتن ناس ناس كثير يعني عقب الإسراء فقط النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بخبر الإسراء ولم يحدثهم بخبر المعراج في أول الأمر فجاء ناس إلى أبي بكر فذكروا له فقال أشهد أنه صادق فقالوا وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة واحدة ثم رجع إلى مكة قال نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء قال فسمي بذلك الصديق جعلنا الله جميعا على آثارهم وعلى هديهم ونفعنا بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فهذه لمحة عن الإسراء والمعراج نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من دروسها وعبرها ومواعظها وأن يكرمنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواره وأن نكون معه في الفيردوس الأعلى آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا